بسم الله الرحمن الرحيم فلنبدأ بالأداة الأولى وهي الواو الواو إذن تعني الجمع بين إنشتم الأحداث بدون ترتيب مثلا نقول العمل يعطي الوجود الإنسان معنا ويحقق له ذاته جمع إذن بين أجزاء الجملة كما أو بين شتم هاتين الجملتين بالواو وهذا الجمع إذن ليس فيه ترتيب حتى إذن ماذا تعني حتى مات كما يقول بعض اللغويون ما تسيبويه وفي نفسه شيء من حتى إذن حتى تعني الجمع لما هو مستبعد اللقوع يرتاد الشباب المقاهي وقت الفراغي حتى الشيوخ يرتادون هذه الأمكنة يعني هناك استغراب ربما في أو من ارتياد الشيوخ لهذه المقاهي ثم لدينا الفاء فيما بعد الفاء إذن لها ثلاثة معاني وهو الجمع وهي هذه المعاني إذن الجمع بين ترتيب الأحداث الجمع مع ترتيب الأحداث زارني صديقي فتعشينا معا زارني صديقي فتعشينا معا زميد الفاء كذلك تعني ترتيب السبب والنتيجة تلقى التلاميذ المعارفة فتنورت عقولهم فإذن تنور العقول هذا كان نتيجة لتلقي المعارف أو ترتيب التفسير والتفصيل كقولنا الأيام دول فيوم لك ويوم عليك ثم ماذا تعني ثم ثم تعني الجمع مع الترتيب والتراخي طال بحث الشاب عن عمل ثم عثر أخيرا عن شغل يناسب مؤهلاته الشك الشك إذن حادثة وقعت عفونا أو 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 إذن حرف أو إذن ماذا يفيد يفيد إذن إما الشك أو التخيير إما الشك أو التخيير فالشك في مثل قولنا ماذا لأن ماتت الفتاة غلقا أو انتحرت يعني ليس هناك يعني خبر يقين فالناس إذن يتحدثون عن هذا الأمر وعن هذه الحادثة التي جدت ربما في الحي أو في المدينة ولا يعرفون ماذا حصل للفتاة يعني بالتحديد فهم إذن يعتقدون أنها هناك من يعتقد أنها ماتت غلقا هناك من يعتقد بأنها انتحرت يعنيها وردت أن يعني تنتحر التخيير عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنى وخفق البنود وطريق العزة إذن هو الحرب في رأي هذا الكاتب أو هذا الشاعر نمر إلى بقية الحروف وبقية هذه الأدوات ولدينا إذن في المقدمة إما إما لدينا إما إذن إما تعني اجتماع الحدثين في رأي المتكلم غير ممكن إما أن تنتصر وإما أن تصبح عبدا ذليلا فإذن أن تكون تكون عزيزا دون انتصار في ذهن المتكلم وفهم المتكلم هذا أمر لا يمكن أبدا إما أن تنتصر وإما أن تصبح عبدا دليلا ويمكن أن نقول إما أن تجتأيد وإما أن تصبح تلميذا كسولا دون اجتهاد لا يمكن أن تكون إلا تلميذا كسولا أما للتفصيل الآن أما التفصيل اختلف المفكرون في شأن المرأة أما بعضهم فدعا إلى ضرورة خروجها للعمل أما البعض الآخر فيدافع على بقائها بالبيت تفصيل هنا اختلف المفكرون شأن المرأة هذا كلام عام لكن فيما بعد يقع التفصيل فإذن يقول المتكلم أما بعضهم بعض المفكرين فدعا إلى ضرورة خروجها إلى العمل أما بعض المفكرين الآخرين فيدافع على بقائها بالمنزل بل الآن بل لها ثلاثة معاني إما الإضراب عن الجملة الأولى يعني نفي الجملة الأولى إذن حرر العمل المرأة بل فرض عليها قيودا جديدة بل هنا إذن إضراب عن الجملة الأولى نفي الجملة الأولى بل كذلك تفيد تقرير الجملة الأولى المنفية لم يكتفي الشاب بقتل الوقت بل دمر ذاته إذن الإضراب يعني كما قلنا هو بل هذه تقرير الجملة الأولى المنفية جملة الأولى المنفية ثم بل تأكيد الجملة الأولى يحب الفلسطيني وطنه بل يضحي بنفسه لأجله تأكيد الجملة الأولى إذن ثم لدينا لكن ولكن وغير أن وبيد أن هذه كلها تستعمل للإستدراك لكن بالتضعيف على النون غير أن وبيد أن هذه تفيد الاستدراك كما قلنا كقولنا مثلا أردت الالتحاق بكم لكن أبي منعني من ذلك غير أن أبي منعني من ذلك بيد أن أبي منعني من ذلك الاستدراك ثم نصل إلى أم أم تعني طلب تعيين أحد الأمرين أترافقنا أم تفضل البقاء بالمنزل إذن تعيين أحد الأمرين أنت إذن المخاطب إذن مطالب بتعيين أحد الأمرين إما أن يقول نعم أرفقكم أو يقول أفضل البقاء بالمنزل ثم الفجئية إذ إذا إذ إذا هذه تعني الفجئية ما معنى الفجئية يعني وقع شيء مفاجئ بينما نحن جلوس إذ دخل علينا رجل مثلا إذن الجملة إذن هنا المثال المثال الذي قدم لنا هو كنا نستمتع بجمال الطبيع إذا بعاصفة هوجاء تكاد يقر تالع الأشجار ثم أي للتفسير نحن نحب عملنا أي نعمل بحماس ونشاط أي للتفسير إذن تفسر إذن هنا يفسر المتكلم يعني كيف يحب عمله يعني ما الدليل على أنه يحب عمله أنه يعمل بعمل ونشاط إذن للاستنتاج أخيرا إذن للاستنتاج أنا أفكر إذن أنا موجود إذن وهذه مقولة فلسفية إذن وجودية قالها إذن دي كارت أنا أفكر إذن أنا إذن أنا موجود أنا أفكر إذن أنا موجود ننتقل الآن للتطبيقة سنقوم ببعض التطبيقات هنا لربما تركيز هذه المعاني نضع كل حرف استئناف داخل إطار في النص التالي لقد انتاب البعض شعور قوي في بعض الأوقات بالقلق بما للآلات والمصانع من أضرار كثيرة على المجتمع ضرار كثيرة على المجتمع فرأوا أنها تفقد العامل حريته وتضيق من نطاق تفكيره وتفسد إنسانيته وتجعله جزءا من آلته فكأنه ترس أو عمود فيها لكن سرعان ما رأوا ما تخرجه الآلات من أجهزات تساعد في تقدم الإنسانية ونهرة البشر إذن لدينا هنا داخل الأطر حروف استئنافة إذن الواو في فرأو وكذلك الواو وتفسده ثم الواو إذن في إنسانيته إذن الواو هنا وهنا والواو هنا وبعد ذلك لكن هنا هذه إذن هي حروف الاستئنافة هذا النص لأحمد أمين من كتابه إلى ولدي وهذا الكتاب نعرفه جيدا وقد سرحنا منه بعض النصوص منها المدرسة الأولى سطر كل حرف استئناف في الأمثلة التالية ثم إذن سله ثم سله بالمعنى المناسب حارب المعلم الجهل وصارع التخلف هنا الجمع بين الأحداث ودون ترتيب دون ترتيب الواو هنا إذن الجمع بين الأحداث دون ترتيب إن العمل لا يعني الإنتاج فقط بل يعني قدرة الإنسان على الخلق هنا تأكيد الجملة المنفية وهي لا يعني الإنتاج فقط تأكيد الجملة المنفية تأكيد الجملة المنفية ثم أحست آمينة بصدمة الشفرة على يدها فجذبها بسرعة هنا ترتيب السبب والنتيجة عاشره بإحسان أو فارقه بالمعروف هنا التخير يخيرك المتكلم بين أن تعاشر صديقك بإحسان أو أن تتركه كما يقال بالمعروف يحب وطنه بل يفديه بحياته وهنا إذن المعنى الذي يفيد أو نستفيد هنا هو تأكيد الجملة الأولى تأكيد الجملة الأولى إذن تأكيد الجملة الأولى الجملة الأولى إذن هنا هي يحب وطنه إذن البل هنا هذه البل أو هذه أنشيتم هذا الحرف هذا يؤكد الجملة أو بواسطته تم تأكيد الجملة الأولى يلقى صاحب المصنع أو يلقي صاحب المصنع نظرة سريعة ثم يمضي في حال سبيله هنا الجمع بين الأحداث مع الترتيب والتراخي تجد عددا من الناس جملة الموالية إذن تجد عددا من الناس يطالعون الكتب في أوقات الفراغي غير أن هؤلاء قليل غير أن هنا إذن غير أن هنا كما تعلمون هي تستعمل للاستدراكي هذا إذن بالنسبة لإنشيتم هذا التمرين الثاني هذا التمرين الثاني التمرين الثاني إذن كما ترون هنا نمكنه إذن لهذا التمرين الثاني ربما تحتاجون هذه الصورة إذن ونواصل مع إذن بقية التمرين بقية التمرين بقية التمرين إذن كما نرى هنا التمرين الثالث أو التطبيق الثالث هنا هو عين ما أفادته عين ما أفادته ألواو المسطرة في الجمل التالية إن سلطان الوظيفة عرض منفك وسلطان زائل ألواو هنا إذن هي للعطف يعني للعطف إذن بين عرض منفك وسلطان زائل إذن لأن هنا هذا إذن إن سلطان الوظيفة إذن هذا كله كما تعلمون إذن خبر وهذا الخبر جاء مركب عطفي خدمت الأرملة في البيوت وخاطط الملابس هنا تم الجمع إذن بين الأحداث دون ترتيب دون ترتيب لا نعلم إذن إن كانت خاطط الملابس قبل أو خدمت في البيوت وما إلى ذلك أم لعك صحيح وهكذا الجمل الموالي غادر رجل المجلس وهو يكاد يتمزق من الغيظ الواو هنا حالية كما تعلمون لأن هذا غادر الرجل المجلس إذن غادر إذن فعل وفاعل ومفعول به وهذا إذن حال وهذه هو الحال والله ما أدري أنحن عبيد الموظفين أم عبيد القانون هنا طلب تعيين أحد الأمرين هنا طلب تعيين أحد الأمرين ضعف في كل فراغ مما يلي التمرين الموالي إذن وهو ضعف في كل فراغ مما يلي ما يناسب من أدوات الربط فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء إما إذن هنا كما تلاحظون هنا إما في مكانها المناسب مكانها المناسب وهي إذن اجتماع الحدثين في رأي المتكلم يعني غير ممكن إما حياة تسر أصد إذن ليس الجميل جميل الوجه والحول لبل من ثنى العزم إذن هنا البل هنا إذن هو لتأكيد الجملة الأولى المنفية إذن هذه ذات النفي إذن ليس إذن جملة منفية ووقع تأكيدها ببل ووقع تأكيدها ببل أنا أعمل أنا أعمل إذن أنا موجود أنا إذن موجود إذن أنا موجود هنا طبعا إذن كما تعلمون للإستنتاج وهذه قاعدة ديكارتية قالها الفيلسوف إذن الفرنسي ديكارت أنا أعمل هو قال أنا أفكر فأنا إذن موجود فإذا قال أفكر فأنا إذن موجود وبنى عليها الآخرون يعني ربما ما يريدون هناك من قال أنا أعمل إذن أنا موجود هناك من قال أنا ألعب فأنا إذن موجود وإذن كل إناء بما فيه ينضح كما يقال هذا بالنسبة لدرسنا والمرجوع منكم أن تحفظوا يعني ما أمكن من هذه الحروف ومعانيها والله ولي التوفيق والسلام عليكم